طيب الزعيم أنور السادات كان بيتكلم بعد استشهاد عاطف السادات إزاي عايزة عرف هل لا بوسي هقولك على حاجة يعني إحنا كلنا طبعا نزلنا هجوم عليه لما عادنا معاه عشان كان عارف وما قاله بعد عاطف لا إن إزاي تطلع عاطف الحرب يشارك أصل فقال أنا اجتمعت معه كل أفرع الجيش وكنت بجتمع معهم وأقول لهم على الخطة بتاع التاني يوم وحنعمل إيه وكده قال اجتمعت مع الطيران عموك عاطف كان دايما يقعدي في الصف الأولاني هو اللي عايزي شارك لا يعني كان لما يجتمع بالطيران عاطف كان دايما بيبقى في الصف الأول أعدله في الصف الأول وبعدين ده أخوص صغير المربي ده أدي يعني سني أنا كان وقتها 24 سنة فالمهم إنه بيقول أنا اتكلمت معهم على خطة الطيران وحنعمل إيه وبتاعه حاجات زي كده قال وبعدين ما لقيتش عاطف فبعد ما خلصت قلت لأ الله أمال فين عاطف لأ اللي بيدرب رجله في الأرض وبيعظمه ويقوله أنا هنا يا فندم وراء قال له بتعمل إيه عندك يا عسكري قال له عندي طلب قال له مفيش عسكري يطلب أنت بتنفذ أوامر فقط قال له يا فندم سيادتك عارف أنه كل زمايدي ماتوا في التذيب وأنا منتظر الضربة الأولى عشان خاطر أنتخب له قال له تب ما بتطلعوش ليه حسن لليه وحسن مبارا وقتها قال له انت عارف عاطف ده متدرب على الفانتوم متدرب على الميراج ومتدرب على كل يعني عاطف ده بالنسبة لنا يعني حاجة مهمة أنا محاويش المهمة تقيلة رح تدرب رجله في الأرض تاني ومعظمه قال له الدربة الأولى يا فندم قال له طلعوش فقال عمو كل طلب الشهادة مش أنا اللي بعته يعني أنا ما كنتش أطلعه لكن عمو كل طلب الشهادة هل صحيح أن الزعيم أنور السداد طلب فعلا أنه هو يشارك بنفسه في الضربة الجوية؟ لا لا دي أنا حقولك على حاجة ده القائد الأعلى لقوات المسلحة اللي حطت الخطة وغرفة العمليات صورتها أنا عندي موجودة غرفة العمليات وكانت غرفة العمليات موجودة في أسر التهرى في البدرون ساحة إزاي هو يسيب الخطة بتاعة حرب كاملة عشان يشترك في حاجة واحدة صحيح من اللي هيشتر المزرحة؟ كان في بعض الأقويل بتقول كده يعني